تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم افتتاح النموذج الأول لمشروع مساكن بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية المخصص للفئة الإسكانية الخامسة كحق انتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة وأكدت قرينة عاهل البلاد المفدة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بناء على دراسة قم بها المجلس الأعلى للمرأة لرسط احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية والتي تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب احدى مكونات المجتمع البحريني والتي لا يمكن اغفال دورها وأشادت صاحبة السمو حفظه الله بجهود وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطنين والمواطنات كحق لكل مواطن تكفله له الدولة في العيش الكريم والأمن وأكد تنسموها أن حق السكن للمرأة يعد من ضمن أهم أولويات عمل المجلس الأمر الذي من شأنه أن يتعم استقرارها الأسري ويزيد من إسهامها الاجتماعي والتنموي معربة تنسموها عن شكر الجزيل لشركة فيفا البحرين لقيامها بالتبرع بتأثيث شقق هذا المشروع وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع النوعية المساندة للجهود التنموية التي تنفذها الدولة واطلعت قرينة عاهل البلاد المفدى خلال جولة قامت بها على نماذج من الشقق السكنية بالمشروع والتي جاءت متسيقة مع الظروف الاجتماعية للمستفيدات ويبلغ عددها 68 شقة موزعة على 9 طوابق كما قامت سموها بالاطلاع على كافة المرافق التي تم توفيرها بالمبنى من قاعات متعددة الأغراض والاستخدامات لتخصيصها بحسب احتياجات المستفيدات من المشروع هذا وكانت صاحبة السمو الملكي قد استمعت إلى شرح موجز حول مشروع مساكن من قبل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الذي أشاد بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها حفظها الله ومتبعته الحتيثة منذ بدايات المشروع الأولى في عام 2009 حيث تبلورت الفكرة وأوضح الحمر أن وزارة الإسكان راعت خلال تصميم مشروع مساكن الذي بدأ العمل فيه منذ وضع حجر الأساس بتاريخ التاسع من يناير من العام 2014 توفير احتياجات المنتفعات بالمشروع من مساحات إنشائية مناسبة بالإضافة إلى الخدمات والمرافق اللازمة لاحتياجاتها بما يساعد على تحقيق مبدأ الاستقرار وتوفير المتطلبات اليومية والحياتية مشيرة إلى أن 3500 امرأة استفادت في العام الجاري من الحصول على وحدة سكنية وشقق سكنية سواء بالتمليك منها أو المؤقتة وتلك المدرجة ضمن برنامج مزايا بالإضافة إلى استفاداتها من التمويل بأنواعها اشتركوا في القناة